اشتركوا في القناة واسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن احمد الخليفة وزير الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الامير عبد المتين وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والخطوات التي تسهم في دعمها وتعزيزها على مختلف الصعد الى جانب تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك واشاد حضرة صاحب الجلالة بزيارة ناجحة لصاحب الجلالة السلطان برونيدر السلام للمملكة والتي ستشكل دفعة قوية وانطلاقة مهمة في مسار العلاقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين معربا رعاه الله عن تقديره لدور جلالته وجهوده الطيبة في ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كافة الجوانب واكد جلالة الملك المعظم حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون وتقوية روابط الصداقة مع برونيدر السلام بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويخدم مصالح شعبيهما الشقيقين هذا وقد عبر جلالة السلطان حاج حسن البلقي عن بالغ سعادته بالزيارة المملكة ولقائه بحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وعن شكره الجزير وتقديره البالغ لجلالته لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مؤكدا تطلعه إلى مزيد من التطور والنمو في مسار علاقات البلدين بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما ويلبي تطلعاتهما اشتركوا في القناة